تواصل الدولة مسعيها لتعزيز مكاسب الاستثمار في الشباب وتمكينهم وإشراكهم في صياغة السياسات العامة جهد الدولة باتت أكثر وضوحاً من خلال زيادة الاعتماد على الشباب في الحكومة الجديدة إنجازات ومكاسب عدة تحققت للشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يسبق لها مثيل حيث تبنت الجمهورية الجديدة لاستثمار في الشباب عبر بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم وإشراكهم في صياغة السياسات تنموية مستدامة من أجل الدفع بعجلة البناء وترسيخاً لفكرة تمكين الشباب عكست تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فصلاً تاريخياً شاهداً على الاهتمام باختيار كوكبة من القيادات الشبابية حيث بلغ متوسط أعمار الوزراء المعنيين بالتغيير الوزرية أقل من خمسين عاماً وهو أمر غير مسبوقة فيما لم يتخطى عمر وزير الإسكان 42 عاماً أما وزير الأوقاف والمالية فأعمارهما 47 و48 عاماً كما أن هناك عشرة وزراء أعمارهم بين الخمسين والتسعة والخمسين عاماً وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة خلق كوادر شبابية قادرة على حمل وإنجاز التكلفات الموكلة إليها منحت الدولة الشباب مساحة غير مسبوقة ضمن حركة تغيير المحافظين كما فاز الشباب بنصيب الأسد في تعيينة الصف الثاني كنواب للمحافظين أو الوزراء هذه إذن تحركات جادة لتنفيذ توجيهات رئاسية تؤكد دوماً أن تمكين الشباب أحد ركائز الجمهورية الجديدة والقاطرة الحقيقية لأي وطن يسعى للتقدم والازدخار